التقى الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بالفريق الركن علي محمد سالم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السودانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا واعرب القائد العام على عمق الروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين شعوب وادي النيل معربا عن تطلعه ان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التكامل والتعاون المشترك بين البلدين لتلبية طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين وكان الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة قد استقبل الفريق الركن علي محمد سالم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السودانية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وبحث الطرفان عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري كما تناولت المباحثات تطورات الاوضاع على الساحتين المحلية والاقليمية وانعكاساتها على الامن والاستقرار داخل القارة الافريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة سنقرار سنقرار سنقرار